وتحت عنوان مدرسة للبيع مع التلاميذ أثار هذا الإعلان مشاهدين الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع مدرسة خاصة بمدينة القنيطرة المغربية ضجة واسعة حيث تضمن عبارة مثيرة للجدل تقول المدرسة موضوع للبيع مع التلاميذ وقد ذكر هذا الإعلان عن المدرسة بأن المدرسة تمتد على مساحة 412 متر بتضم 373 تلميذ مع دخل شهري صافن قدره 12 مليون درهم وطلب لبايعها 640 مليون درهم طبعا هذا الإعلان تسبب بموجة من السخرية والانتقادات حيث اعتبر البعض بأن الإعلان يلامس حتى حدود التجارة بالبشر بتوضيحه أقار محمد الصديق الوسيط العقاري صاحب الإعلان بأنه ما حدث كان نتيجة خطأ بالصياغة إذ كان المقصود من الإشارة على الموضوع هو الإشارة للطاقة الاستيعابية للمدرسة وليس التلاميذ أنفسهم ورغم حثف الإعلان مشاهدين اعتبر البعض أن الحادثة تبرز الحاجة لتنظيم رقابة أكبر على قطاع التعليم الخاص نقرأ التعليقات حول هذا الموضوع على سبيل المثال هنا تعليق يقول عادي جدا بكل أنواع البيع أصلا التلاميذ ممكن ينتقله لمدرسة أخرى وليس رأسمال ثابت نقرأ تعليق آخر يقول هذا بنظري شيء عادي يقع بكل مدارس المغرب التي تباع وتشترى هذا نسميه جرد بمحتوياتها من عدد الحجرات وما تحويه وطولها وعرضها وكم بها من تلميذ وتلميذة تعليق آخر لنبيلة تقول لأن تلميذ وجيوب أباء التلميذ هم الصفقة وليس المبنى ويريد كل اللي كيد ولاده لمدارس خاصة يوعى ويعرف كيف كتنظر له المؤسسة التعليمية الخاصة